الزيادة في أعداد اللاجئين السوريين يهدد بإنهار نظام التعليم في فينا هذا جميل هذا الخبر سيد الكريم الذي يعني أسار الغضب على إنفو جرات وعلى النمسا ميديا كأنه نحن يجينا قلنا تعقوا أنتوا يا سوريين رح تتسببوا بتدمير نظام التعليم في فينا يا سادة يا كرام اقرأوا مشان الله اقرأوا بهالأيام الفضيلة رمضان اقرأوا تعلموا تقرأوا قالت صحيفة بروفيل صحيفة مشهورة جدا ومعروفة هنا بقوة التقارير التي تقوم بها أن بسبب كمية أعداد لم الشمل من ينفذون لم الشمل في فينا يوجد ما يصل إلى 300 طفل شهريا يتم تسجيلهم في مدارس فينا فقالت أن هذا من الممكن أن يؤدي إلى تدمير نظام التعليم وليس أنتم يا سوريون يعني بالعكس يوجد شيء جميل أن هذه الكثافة السورية جميلة جدا ورائعة وفعلا أن هذا شيء جميل أن يوجد كثافة من الأخوة السوريون هنا في فينا ولكن هذا لا يعني أن نحن نتهم السوريين هذا يعني أن يا بلدية فينا هذا الخبر يقرأ هكذا يا أيها المستمع المحترم يعني أن يا بلدية فينا يا حكومة فينا عليك أن تقومين بخطط لإنشاء مدارس جديدة لإنشاء حلول قيمة أعداد السكان في فينا يتنامون فبالتالي يجب على بلدية فينا أن تقوم بتجديد وبتكبير وافتتاح فصول جديدة للمدارس وقام ما قال السيد فيدكير نائب عمدة فينا من حزب النيوز أنه فعليا قاموا بإنشاء أو يعني في بناء العديد من المدارس والتي ستستكمل حتى عام ٢٠٢٨ وفي هذه الفترة يتم إنشاء نوعية من الكاتونات أو الحاويات أو صفوف حاويات فعليا كنتينر كنتينر بالضغط لإضافتها لبعض المدارس من أجل استكمال السنة الدراسية بسبب الأعداد الكبيرة بس دي على فكرة بتبقى الكنتينر بيبقى كأنه فصل كامل بيبقى فيه تدفئة بيبقى فيه مدرسة كاملة متكاملة وملحقة بمدارس يعني وليست موجودة بالشارع بالعكس يعني هذا دليل على أن حكومة تدينا حكومة مسؤولة حكومة مسؤولة وتعمل فعليا على متابعة أمور الناس حكومة مسؤولة وتعمل فعليا على متابعة أمور الناس